خلال مباحثات ثنائية أجرتها مع وزير العدل سيد محمد أجار أكدت المدعية العامة بالمملكة الإسبانية السيدة ماريا خوسي سيجارا كريسبو بالرباط أن الثقة المتبادلة بين المغرب وإسبانيا تساهم في توطيط التعاون الثنائي في مجالات متعددة ولسيما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم على الوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقد رئيس النئابة العامة بالمغرب تهدف إلى التعاون بين البلدين وتحفز على التواصل المباشر بين هيئات المتابعة الجنائية بالبلدين كما يوطد التعاون الثنائي الذي يشمل مجال محاربة الجريمة الإلكترونية وما يتسل بنبذ خطاب الكراهية ومحاربة شبكات الإجار في البشر اللقاء شكل مناسبة أيضا لاستعراض الإصلاحات العميقة التي يشهدها حق العدالة بالمغرب وأوجه التشابه بين التجربتين المغربية والإسبانية لا سيما فيما يتصل باستقلال القضاء الاستعراض مجمل الإصلاحات العميقة التي يشهدها مرفق العدالة في بلادنا وتأكيد على أوجه التشابه بين التجربتين المغربية والإسبانية في مجال استقلال القضاء واستقلال نيابة العامة وأدوار وزارة العدل في البلدين استجلنا بارتياح أن التعاون إيجابي وأن ديناميته ترتفع سنة بعد أخرى بين مختلف المؤسسات الفاعلة في مرفق العدالة اللقاء ألقى ضوء على أوجه التعاون فيما يتصل بتصدي للجريمة العابرة للقارات من قبيل الجريمة الإلكترونية والجريمة الإرهابية خصوصا منوها بمستوى التعاون بين البلدين في هذا المجال شكرا